بيبدأ المسلسل مع موني اللي بتروح شغلها وبيكون فيه اجتماع لكل الموظفين وبيتكلم معاهم المدير على زوم وبيبلغهم إن الشركة عندها أزمة مالية بسبب مرض كورونا وبيقولهم إنه مضطر يمشي 12 موظف من الشغل وعلشان ما يظلمش حد بيطلب من كل واحد يختار رقم لنفسه وهو هينادي عشوائي واللي يتنادي على رقمه هيضطر يمشيه من الشغل وبيبدأ الموظفين ينفزوا كلامه ولما بينادي المدير عليهم بيكون الموظفين المطرودين زعلانين لدرجة إن فيه واحدة أغمى عليها وبتتوالتر موني وبتدعي إن الحظ يقف معاها لكن للأسف بيتنادي على رقمها وبتتصدم وبتروح تلم حاجتها وبتمسك شهادة تقدير كانت واخداها لأنها الموظفة المثالية في الشركة وبتزعل إن تعابها وإخلاصها في الشغل راحوا على الأرض بعدها بترجع للسكن بتاعها وبتحاول تركب الأسانسير لكن واحد جرها بيقول لها إنه عطلان وبيساعدها وبيشيل معاها حاجتها لحد ما بتوصل لشقةتها اللي بيكون رقامها ستة وبتشكره موني وبتدخله علشان تعمله حاجة يشربها وبيقول لها جرها إنها محظوظة علشان لسا بتشتغل وإن كل صحابه اضطردوا من الشغل بسبب الأزمة المالية فبتتحرج موني وما بترضاش تقوله إن هي كمان انطردت من الشغل وبيشكرها الشاب وبيخرج من الشقة ولما بتقفل موني الباب بنلاحظ إن رقم الشقة تقلب وبقى تسعة بعدها بنشوف ملاكم بيستعد علشان يلعب مباراة ملاكمة وبيروح له واحد اسمه كن وبيتكلم معاه وبيطلب منه يخسر نفسه في الجولة التالتة علشان يكسبه الرهانات ولما بتبدأ المباراة بيلاحظ المدرب إن الملاكم بيلعب بكل قوته وكان هيهزم خصمه ولما بتخلص الجولة بيتكلم معاه وبتطلب منه ينفذ الاتفاق وبتبدأ الجولة التالتة وما بيرداش الملاكم يضرب ولا يدفع عن نفسه وبيستغل خصمه الفرصة وبيهزمه بالضربة القاضية ولما المباراة بتخلص بيتصل كن بالشخص المسؤول عن الرهانات وبيقوله عن نتيجة وبيطمنه كن إنه هيبعت له نصيبه من الفلوس بكرة وإنه هيعمل نفس الخطوات بتاعت كل مرة هيسيب له الفلوس قدام شايته ويخبط تلت مرات على الباب وبنرجع تاني لموني في بيتها وبتبص على هدوم الشغل وهي حزينة وبتروح تقطع شهادة الموظفة المثالية وبتاخد مسدس من الدرج وبتموت نفسها لكن بعدها بيرن موبايلها وبتصحى مفزوعة وبترد عليه وبيتضح إنها كنت بتحلم لإنها زهقت من حياتها الصعبة ونفسها ترتاح من المعاناة وبتقوم تحط أكل للعصفير وبتعمل لنفسها قهوة علشان مفيش أكل في البيت وبتشوف في التلفزيون مظاهرات لشباب بيعترضوا على نظام الحكم وبتدخل الحمام تاخد دش وفي نفس الوقت حد بيخبط على الباب ثلاث خطات وبيسيب صندوق قدامه ولما بتخرج مونيا علشان تطلع كيس القمامة بتلاقي الطرده قدام الباب وبتدخل جوه وبتلاحظ إن رقم الشقة مقلوب وبترجعه تاني زي الأول وبتدخل شقاتها وبتفتح الطرد اللي جالها وبتتفاجئ من اللي لقيته وبتفتح الباب تشوف مين اللي سابه لكنها ما بتلاقيش حد وبتلزق الطرد تاني زي مكان وبتسيبه قدام الباب علشان اللي غلط في توصيله يرجع ياخده لكن بيعدي مطرب جرها من قدام الشقة وبيتكعبل فيه فبتضطر يموني إنها تاخده مرة تانية ولما بتفتح الصندوق بنلاقي إن فيه فلوس كتير وبتتصل بصحبتها تسألها لو ما كاني تعملي إيه فبتقولها صحبتها أكيد هاخده يعني وفجأة بيخبط حد على بابها ولما بتفتح الباب بتلاقي الملاكم والمدرب بتاعه وبيسألها إذا كان جالها طرد بالغلط لكنها بتنكر وبتقوله إن ما جالهاش حاجة فبيقول لها المدرب إنه مش مصدقها وبيحذرها لو بتجدب عليه إنه هيندمها وبيسيبها وبيمشي وبتدخل موني وبتاخد الفلوس من الصندوق وبتحطهم في شنطة وفجأة باب الشقة بيخبط تاني فبتضطر إنها تحط الشنطة فوق الدولاب وبيقصر المدرب الباب وبيدخل مع الملاكم وبيضربها وبيمسكها من شعرها وبيهددها إنه لو لقى الفلوس في شقتها هيقتلها فبتترعب موني وبتدعي إنه محدش يشوف الشنطة وبيدور المدرب والملاكم في كل مكان وبيدخل المدرب الحمام وبيبص الملاكم تحت السرير وفجأة الشنطة بتقع جنبه ولما بييجي يفتحها بتضربه موني بفازة على راسه وبيسمع المدرب الصوت وبيقوله ما يكسرش حاجة ولما بيخرج من الحمام بيلاقي الملاكم مغمى عليه وموني يوقف جنبه وبيهجي من مدرب عليها وبيفضل يضرب فيها فبيتحاول إنها تدافع عن نفسها لكنه بيكون أقوى منها وبيمسكها من شعرها وبيرميها على السرير وبيفضل يخنق فيها وبتحس موني إنها هتموت وبتضطر تمسك سكينة من جنبها وبتضربه بيها في بطنه وبتقوم من على السرير وهي مش مستوعبة اللي حصل وبتقفل باب الشقة اللي بيتغير رقامها الفسعة مرة تانية بعدها بنروح لتاجر مخدرات اسمه بايد وكان عنده عملية ومستني في الجراش وبتوصل عربية الزبون اللي هيشتري منه وبيروح بايد يديله المخدرات وبياخد منه الفلوس وبيسأله الزبون عن رئيس العصابة اللي اسمه سوني فبيشك بايد فيه وبيسمع صوت قريب منه وبيعرف إنه كميل من الشرطة وبيفضل يجري منه ولما بيخرج من الجراش بيفتكر إنه قدر يهرب لكن فاجأة بيظهر الشرطي وبيضربه وبياخده للإسم علشان يحقق معاه وبيفضل يعذبه ويقوله إنه مش هيستفيد حاجة لما يسجنه وبيعرض عليه ساعده إنه يقبض على زعيمه سوني وهو هيخرجه من القضية فبيضطر بايد إنه يوافق وبيركب له الشرطي جهاز في بطنه علشان يسجل اعتراف سوني بعدها بنشوف كان وهو بيتضرب على الملاكمة وبيجيله رجل أعمال مهم وبيروح يسلم عليه وبيعوده مع بعض وبيديله كان جواز سفر مزور وبيشكره رجل الأعمال لأن الجواز شبه الحقيقي بالظبط للسوني زعيم العصابة وهو بيوصل ابنه للمدرسة وبتتكلم معاه المديرة وبتقوله إن ابنه بقى بيتصرف بعونفة مع زميله وبيضربهم فبيقول لها السوني إن ابنه ولد لطيف وأكيد اتعلم كده من الأفلام اللي بيشوفها وبيوعدها إنه هيتكلم معاه وهيخليه بطل اللي بيعمله وهنا بيجيله اتصاله بيرد عليه وفي نفس الوقت بنشوف ابنه ده وهو بيتخانق مع واحد صاحبه وبيفضل يضرب فيه بوحشية وبنرجع لكين اللي بيجيله اتصاله من الراجل المسؤول عن المراهنات وبيقوله إن الفلوس ما وصلتنيش فبيستغرب كين وبيقوله أنا بعدت اتنين من رجالتي بالفلوس والمفروض تكون قدام شقتك فبيقوله المتصل ممكن رجالتك يكونوا هربوا بيها وبيطلب منه يدفع له الفلوس قبل الساعة 11 وبعدين يبقى يتصرف هو مع رجالته فبينازي كل المساعد بتاعه وبيقوله اللي حصل ولما بيحاول يتصل برجالته محدش بيرد وبنرجع بعدها لموني اللي بتكون مع صاحبتها في مطعم وبتعرفها صاحبتها على حبيبها وبتقولها إنها تخرج معاه ولما بتروح موني تدفع الحساب بيقولها الموظف إن حبيب صاحبتها ده نصاب وبيخدع البنات وبعدها موني بتقرر تروح لإسم الشرطة ومعاها شنطة الفلوس وبتقول للشرطة إنها عايزة تبلغ عن جريمة قتل فبيطلب منها تستنى لكنها بترجع في كلامها وبتقرر تحتفظ بالفلوس وبتمشي من الإسم ولما بترجع البيت بيشوفها الشاب اللي سعيدها قبل كده وبيسألها ليه جد بدري من الشغل فبتجدب عليه وبتقوله إنها شغلة من البيت وبعدين بتطلع شقتها وبتعدل الرقم لستة وهناك بتضطر تتعامل مع جسة الاتنين اللي عندها وبتخسر السكينة من الدم والبصمات وبتغطي الجسس بملاية وبتقفل شبابيك الشقة لكن فجأة بيرن موبايل واحد منهم فبتاخد موني الموبايل من الجسة وبتقفله وبتدخل جسة المدرب للدلاب وبتغطي بالملاية وبتحط جسة الملاكن في الصندوق وبتحط عليه مفرش وبتبدأ تنظف الأرض من أثار الدم بعدها بايد بيكون ماشي في الشارع وبتقف قدامه عربية العصابة وبينزل منها واحد وبيقوله إن سوني عايز يقابله فبيضطر بايد يركب معاه وبيكون باين عليه إنه متوتر وخايف ولما بيوصل بيفضل سوني يعزبه وبينطلع منه يعترف قال إيه للشرطة لكن بايد بيخاف يقوله إنه متعاون مع الشرطة فبيغرقوا سوني في المياه وبيضربوا بالمسدس وبتكون الشرطة سمع اللي بيحصل من الجهاز اللي متركب في بطنه أما موني فبتعد تعد الفلوس وبتقرر تبعد جزء منها لأهلها وبتقولهم إنها سابت الشغل ودول مكافئة نهاية الخدمة وبتدخل الحمام وبتخبي باقي الفلوس بعدها بتلاقي فيديو البنت عن نت بتقول إنها قدرت تسافر لدولة تانية بجواز سفر مزور ومحدش قدر يمسكها وبتديهم عنوان الشخص اللي عمل لها للجواز عادي جدا فبتقرر موني إنها تعمل كده وبتنزل من الشقة وفي نفس الوقت بيطلع اتنين من رجال تكن وبيدخلوا شقة تسعة لكنهم مش بيلاقوا زمايلهم وبيستغربوا لإن الموتوسيكل بتاعهم تحت البيت ولما بيخرجوا بيقابلوا المطرب وبيسألوا إذا كان شاف زمايلهم فبيقول لهم إنه شافهم بيتكلموا مع واحدة اسمها موني وبيقول لهم على رقم شقتها ولما بيبصوا على باب الشقة بيلاقوا رقم ستة ألب لتسعة فبيستنتجوا إنه ممكن الفلوس تكون راح تلاها بالغلط وبيكون بيرقبهم واحد تبع الراجل بتاع المراهنات ولما بيحكي له اللي حصل بيقولوا رئيسه يخليه وراهم علشان يوصل للفلوس وبيدخل رجالة كين لشقة موني وبيدوروا في الدولاب والحمام لكنهم مش بيلقوا حاجة وفجأة بيرن موبايل الملاكم وبيمشوا ورا مصدر الصوت وبيكون جاي من الصندوق ولما بيفتحوا بيتفاجئوا لما بيلاقوا جسد زميلهم لكنهم بيفتكروا إن المدرب قتلوا وسرق الفلوس وهرب مع صاحبة الشقة فبيتصل بكين وبيقولوا اللي حصل لكن كين مش بيصدق وبيطلب منهم يدوروا كويس في الشقة وفجأة بيتفتح الدولاب وبتقع جسد المدرب وبيتصدموا لما بيشوفوها ولما كين بيعرف بيقول لهم يرجعوا كل حاجة زي ما كانت ويستنوا أوامره ولما بيقفل معاهم بيتكلم مع زبونة عنده عايزة جواز صفر للسويد وبيتضح لنا إن الزبونة دي هي موني ولما بتسأله موني عن سعر الجواز بيقول لها 150 ألف فبتستغرب لأنه مبلغ كبير فبيقول لها الناس اللي بتجيلي بتكون محتاجيني أكتر ما أنا محتاج لهم لأنهم ما يقدرواش يسافروا بطريقة قانونية عشان كده أنا لازم أستغل لهم فبتضطر موني توافق وبيقول لها كين تدفع نص الفلوس دلوقتي والباقي لما تيجي تستلموا فبتخرج موني الفلوس من شنطتها وبتتفعله وفي نفس الوقت رجالة كين بيكونوا بيدوروا في كل حتة في شقتها على الفلوس لكنهم مش بيلقوها وفجأة بيرن تليفون الشقة وواحد منهم بيتوتر وبيرد ولما بيستوعب اللي عمله بيقفل المكالمة وبياخدوا الاي دي بتاع شغل موني اللي عليه صورتها وبيخرجوا من الشقة وبيرجعوا رقمها تاني لستة بعدها موني بتروح تشتري صندوق كبير علشان تحط فيه الجسس وبتخلي صاحب المحل يجربه علشان تتأكد انه كبير يعني وياخد جسة وفي الوقت ده بيكون الشخص اللي تابع مسؤول المراهنات في شقتها وبيشرب سجارة وبيفضل يفتش في حاجتها وبيدخل الحمام وبيتفاجئ بشنطة الفلوس ولما بيجي يفتحها بيسمع باب الشقة بيتفتح فبيتوتر وبيستخبى في الدولاب وبتدخل موني الشقة وبتخرج الجسة من الدولاب وبتحطها في الصندوق وبتدخل الحمام علشان تغسل ايديها لكنها بتتفاجئ بسجارة مرمية وبتعرف ان في حد دخل الشقة وهي مش موجودة فبتمسك السكينة وبتقرب من الدولاب وبيكون الشخص شايفها وبيطلع مسدسه علشان يقتلها لكن فجأة بيخبط باب شقتها وبتروح علشان تفتح فبتتفاجئ بظابط وبيقول لها انه شاكك ان المطرب جارها بيتاجر في المخدرات في الشقة اللي جنبها وبيطلب منها يدخل شقته من البلكونة بتاعتها وبتبص على الصندوق ولما بيروح يشوفه بيتفاجئ بالجسة وبيخرج مسدسه وبيقول لها تنزل على الارض فبترمي موني استكينه على الارض وبترفع ايديها وبيدور الشرط في باقي الشقة وبيقرب من الدولاب ولما بيفتحه بيحصل ضرب نار بينه وبين الشخص اللي مستخب بجوه والاتنين بيخلصوا على بعض فبتتصدم موني وبتكون مش مستوعبة اللي حصل وبتشيل الجسة وبتدخلها الحمام وفجأة بيخبط الباب تاني فبتتوتر موني اكتر وبتروح تفتح الباب وبتلاقي واحدة جرتها وعايزة منها صلصة عادي يعني فبتقول لها موني ان حبيبها عندها ولما يمشي هتبعت لها الصلصة وبتقفل الباب وبتاخد جسة الشرطي وبتحطها ورابيب الحمام وبتبدأ تنظف الارض من اثار الدم بعدها كين بياخد من رجال تصورة موني وبيعرف انها هي اللي كانت عنده وعايزة جواز الصفر وبيشك انها شغالة مع مسئول المراهنات وانهم عملوا كده علشان ياخدوا منه الفلوس مرتين وبيطلب من رجالة ويرقبوها لحد ما يعرفوا هي بتخطط لإيه بعدها بتضطر موني انها تنزل الصلصة لجارتها علشان ما تشكش في حاجة وبتعزمها جارتها تتغدى معاها هي وصحابها وبتلاحظ موني كايب شرطة وبتقول لها جارتها انه بتاع حبيبها ولما بتوريلها صرطه بتتفاجئ موني انه الشرطي اللي مات في شقةها وبتتصدم وبتسيبهم وبتهرج من الشقة وبتركب عربيتها وهي مش مستوعبة اللي بيحصل في حياتها وبتروح تشتري سندوقين كمان علشان تحط فيهم الجسس وبتطلب من صاحب المحل يبعتهم لعنوانها وبيكونوا رجالة كين مرقبينها وبيصوروها من غير ما تاخد بالها ولما بتركب عربيتها بيتصل بيها مدير الشركة اللي كانت شغالة فيها وبيطلب يقابلها وبتوافق موني وبتروح تستنافك فيه ولما بيوصل بيتضح لنا ان هو مسؤول المرهنات وبيقول لها ان الشركة هتدفع لها تعويض وبيديها ظرف فيه فلوس وبيطلب منها ما ترفعش قضية على الشركة وما تقولش الباقي الموظفين علشان مش كلهم هياخدوا تعويض زيها لكن موني بترفض انها تاخد الفلوس وبتقوله يديها لحد تاني محتاجها فبيستغرب المدير من تصرفها لان ما فيش حد بيرفض الفلوس بعدها واحد تاني تبع المسؤول عن المرهنات بيتتبع موبايل زميله وبيدخل شقة موني ولما بيدور فيها بيشوف الشرطي في المراية وهو واقف وورا الباب وبيفتكره عايش وبيتوتر وبيضربه بالمسدس بعدها بيكلم المدير وبيقوله انه شاكك ان كان متورط مع الشرطة وان لولا مهرته وسرعته الفضيعة كان الشرطي قتله فبيقوله المدير يمشي من الشقة قبل الشرطة ما توصل وبينفس كلامه وبينزل من المبنى وفي نفس الوقت بتوصل موني وبتستلم السناديق من عامل التوصيل وبيشوفها الامن وبيستغربه انها كل شوية تدخل بصندوق وما بقتش ترجع بهدوم الشغل ولما بتوصل لشقتها بتشوفها جاريتها وبترجع لها الصلصة وبتسألها هتعملي ايه بالسناديق دي فبتقولها موني انها هتحط فيها الكتب عادي يعني فبتعرض عليها جاريتها انها تساعدها وبتحاول موني تتهرب منها لكن جاريتها بتصمم وبتشيل معاها السناديق وبتدخلها الشقة وهناك بتلاحظ ان الشبابيك مقفولة وريحة الشقة مش حلوة فبتفتح الشبابيك علشان تهوي المكان وبتحكي لها انها تفرجت على فيلم رعب كان المجرم بيقتل الناس وبيحط جستتهم في سناديق شبه دي وبيرميهم في البحر وبتعجب موني بالفكرة وبتقرر انها هتعمل كده وبتطلب من جاريتها تخرج علشان مشغولة بس جاريتها بتطلب انها هتدخل الحمام ولما بتبص موني بتشوف ايد الشرطي باينة من ورا الباب وبتتوتر فبتقول لها ان حبيبها لست جوة وبتحس جاريتها بالإحراج وبتسيبها وبتخرج لكن بعدها بتنادي جاريتها على صحبتها وبيتجسسه على موني من ورا الباب علشان يتفرجوا عليها مع حبيبها يعني وبتكون موني بتنظف الأرضية من الدم وبتخرج جست الشرطي من الحمام وبتنيمها على الأرض وبتشوفه جاريتها وبتتصدم وبتفتكر ان حبيبها بيخونها مع جاريتها وبيغم عليها فبياخدوها صحبتها لشقتها ولما بتفوق بتحكي لهم إنها شافت حبيبها نايم على الأرض وإنها تصدمت فيه ولو شافته تاني أو حاول يرجع لها هتقتله بعدها موني بتتصل بصاحبتها وبتطلب منها تاخد عربية الشغل بتاعتها علشان هتحط فيها سناديق كتبها تتبرع بيها وبتقفل موني السناديق بالقفل وبتخرج من الشقة وفجأة بيتهزي صندوق وبيتفتح وبيخرج منه الشرطي وبيتضح إنه لسه عايش وبيحط الشرطي حاجات في الصندوق علشان موني ما تحسش إنه فاضي وبيرجع يقفله بالقفل تاني ولما بيخرج من الشقة بيسمع المغني اللي كان شاكك فيه إنه بيتجر في المخدرات وهو بيتفق على عملية جديدة مع سوني وبيعرف منه معدها وبنروح لكن وبنشوفه هو بيخطط مع رجالته علشان يقتحمه بيت موني وبيكون معاه رسمة للشقة وبيتلم منهم يستخبوا في الدولاب وفي نفس الوقت المسؤول عن الرهانات بيتكلم مع الشخص اللي دخل الشقة وبرضو بيعرف منه تفاصيل الشقة وبيطلب منه يستخب بعدها بتروح موني لبيت صاحبتها وبتفضل تنازي عليها لكنها ما بتردش ولما بتطلع قضتها بتلاقيها وقع على الأرض ومغم عليها وجنبها علبة حبوب فبتترعب موني وبتشلها وبتخدها في العربية المستشفى الطوارئ وبتقول الدكتور إنها أخدت جرعة زيادة من المخدر فبيدخل الدكتور قضة العمليات وبيكون قلبها وقف وبيضطر يعمل لها صدمات كهربائية وبينجح إنه ينقذها بعدها بتفوق صاحبتها وبتهرم من العناية وبتفرح موني لما بتشوفها وبتركب معيها العربية علشان توصلها وبتقول لها صاحبتها إن حبيبها انفصل عنها من غير سبب وبتتأثر موني وبتقول لها ده ما يستهلش نجتموتي نفسك علشانه وبتروحها لبيتها وبتاخد منها مفاتيح عربيتها بس صاحبتها بتصمم إنها تروح معيها وبتكون موني رفضة طبعا لكن صاحبتها بتقول لها إنها لو سبتها لوحدها هتموت نفسها فبتضطر موني تاخدها معيها علشان خيف عليها وبيدخلوا شقتها وبتساعدها صاحبتها وبتخرج معيها السناديق وبتستغرب إنها تقيلة وبيحطها في العربية وبتروح موني المكان بعيد وبتسألها صاحبتها انت دي جتي المكان ده بس موني ما بتردش عليها وبتطلع فوق العربية وبتبدأ ترمي السناديق في البحر وبتتفاجئ صاحبتها من اللي بتعمله وبتستنتج إن السناديق ما فيهاش كتب وبتطلع منها تفتحها فبتفتح لها موني صندوق فبتتصدم صاحبتها من اللي شافته وبتكون عايزة تهرب لكن موني بتهددها بالمسدس وبتجبرها تركب العربية وبتنفذ صاحبتها كلامها وبترمي موني المسدس في البحر وبتركب العربية وبتمشي لكن بعدها بيخرج واحد من الصندوق المفتوح وبيتضح إنه هو كمان لسه عايش وبيمشي في الشارع وجسمه كله طين وبيروح عند واحدة بتغسل الأطباء وبيطلب منها يغسل وشه بالمية بعدها بيتصل برئيسه وبيقوله إنه لسه عايش وبنشوف الشرط وهو بيلبس هدومه وبيجهز المسدس علشان يستعده إنه يقبض على المغني وعصابت المخدرات وفي نفس الوقت سوني بيطلب من رجالته إنهم يحطوا سم في المخدرات بتاعة المغني علشان يخلص منه بعدها بيركب عربيته علشان يروح لمكان العملية وبيكون فيه كمين في الطريق وبيشك فيه الزابط وبينزله من العربية وبيتنمر عليه علشان أصلع وبيجبره يعمل تمارين ضغط فبيضطر سوني ينفس كلامه علشان ميفتش العربية ويلقي المخدرات بعدها موني بتحكي لصحبتها كل حاجة عن شنطة الفلوس اللي جات لها بالغلط والعصابة اللي اضطرت تقتلهم وهي بتدافع عن نفسها وما بتكونش صحبتها مستوعبة اللي سمعته وبتقول لها موني إنها تعمل جواز صفر وتسافر بره البلد وبتروح لبيت كين وبتطلب من صحبتها تستناها في العربية ولما بتدخل موني للبيت ما بتلاقيش حد وبتشوف جواز الصفر بتاعها على المكتب وبتاخده عشان تمشي لكن فجأة بيظهر واحد من رجالة كين وبيهددها بالمسدس وبيقول لها إن كين عايز يقابلها وهنا بتدخل صحبتها علشان تستعجيلها لكن المجرم بيتوتر لما بيشوفها وبيضروها بالمسدس وبيركم مع موني العربية وبيجبرها تروح لشقيتها وهم في الطريق بيشغل المجرم كاسة العربية وبيسمع أغنية وفجأة ملامح وشه بتتغير وبيبنوا إنه حزين وبيطلوا من موني توقف العربية وبيفضل يعيط فبتستعرب موني وبتسأله في إيه مالك فبيقول لها المجرم أصل ماما كانت تعبانة وطلبت ميني أغني لها الأغنية دي بس قبل ما خلصها ماما ماتت وبينهار من العياض بقى وبتستغل لموني الفرصة الفضيعة دي وبتهجم عليه علشان تاخد المسدس وبيتخانقوا مع بعض وبتخرج رصاصة بالغلط وبتيجي فيه بيموت وبترجع موني البيت كن وبتاخد جسة صاحبتها وبترجعها بيتها وبتعتذر لها إنها كانت السبب في موتها وبتحط في إيدها المسدس وبتتصل بالشرطة وبتقول لهم إن صاحبتها موتت نفسها بعدها رجالة سوني كانوا بيتفينوا جسة بايد وكانوا بيتكلموا عن العملية اللي سوني هيعملها ومستغربين ليها يروح بنفسه وفي الوقت ده بتكون الشرطة سمعاهم من الجهاز اللي متركب في جسمه بايد وبيعرفوا منهم مكان ومعادل عملية بعدها جارة موني بتوصل صاحبتها وهم ماشيين من عندها ولما بتركب الأسانسير بيركم معاها المسؤول عن المراهنات ورجالته وبتشوف معاهم أسلحة وبتخاف منهم وبترجع شقتها ولما بتدخل بتلاقي الشرطة مستنيها جوة لكنها بتمثل إنها ما تعرفش إنه بيخونها وبتسألوا لي جيت من غير ما تقولي فبيقولها الشرطي أنا أخيرا هقبض على عصابة المخدرات وهترقى وأنا شغل وحدي من غير معرف حد من الاسم بالمهمة دي بعدها بيوصل سوني ورجالته وبيقابلوا المغني وفي نفس الوقت بيوصل كين ورجالته علشان يقابلوا المسؤول عن المراهنات وبيركبوا كلهم الأسانسير مع بعض بعدها بتوصل الشرطة وبيتكلموا مع الأمن بتاع المبنى وبيتلبوا منه مخطط العمارة وبيخططوا إنه هم يقسموا نفسهم لمجموعتين واحدة تهجي من الباب والتانية من البلكونة وبيسألوا الأمن عن أقرب شقة للمكان اللي هتم فيها العملية وبيقول لهم على شقة رقم ستة وإنها بتاعت واحدة طيبة اسمها موني ومش هتمانع إنها تسعيدهم وبيديهم مفاتيح الشقة الاحتياطية وبيدخل كل شقة تسعة وبيقابل المسؤول عن المراهنات وبيوريلوا صورته مع موني لما كان بيديها ظرف الفلوس وبيسألوا عن علاقته بيها وإذا كان طلب منها تقتل رجالته علشان ياخدوا الفلوس فبيستغرب المدير من كلامه وبيقولوا إن موني كانت شغالة عنده في الشركة وقابلها علشان يديها تعويض لكن كين ما بيصدقهوش وبيقولوا إن جسس رجالته والفلوس في شقةها وبياخدوا علشان يروحوا الشقة ويزبتلوا كلامه ولما بيدخلوا بيلاقوا صندوق الطرد فاضي فبيتهموا كين إنه متعاون مع موني علشان ينصبوا عليه وياخدوا الفلوس مرتين لكن المدير بينكر وبيتهمه إنه هو اللي متعاون مع الشرطة وقتلوا واحد من رجالته وبيفضل كل واحد يتهم التاني إنه بيكدب وبيخرج هنا رجالة كين من الدولاب وبيهددوا المدير بالمسدس فبيقولوا كين إن واحد من رجالته في طريقه ومعاه موني ووقتها هيعرفه مين فيهم اللي بيكدب وبيهددوا إنه لو هو اللي طلع ورى موت رجالته هينتقم منه و هيقتله فبيضحك المدير على كلامه وفجأة بيظهر رجالته من الحمام وبيهددوا كين بالمسدس بعدها سوني بيسلم المخدرات للمغني ولما بيجربها بتعجيبه وبيطلع الفلوس لكن فجأة بيحس بالتعب وبيغم عليه وفي نفس الوقت بتطلع الشرطة على السلم علشان تقبض على سوني ورجالته وبيدخلوا شقة موني وبيفتكروا كين ورجالته أرايبها وبيستأذنوا منهم يستخدموا البالكونة علشان يقبضوا على العصابة وبيتوتر كين وبيسمح لهم ولما بتخرج الشرطة من القوضة بيرجعوا تاني يهددوا بعض بالمسدسات وبتقطحم الشرطة قوضة المغني وبيلقوا واقع على الأرض وبيطلبوا من سوني ورجالته يسلموا نفسهم ويرموا السلاح لكنهم بيرفضوا وفجأة بيرن تليفون الشقة وبيبدأ الكل يضرب نار وبيخلصوا على بعض وبتوصل موني ولما بتعدي من قدام شقة المغني بتشوف جسس الشرطة والعصابة على الأرض وهما مقتلين ولما بتدخل شقتها بتلاقي جسس كين ورجالته والمدير ورجالته وبتدخل وهي مستغربة وبتقول هو أنا هجيب سنديق منين لكل الجسس دي وبتحرر العصفورة بتاعتها من القفص وبتاخد شنطة الفلوس من الحمام وبتخرج من الشقة وبترقب عربيتها وبتروح للمطار علشان تسافر لكنها لما بتوصل بتلاقي الشرطة مستنياها فبتخاف وبترجع لعربيتها وما بتبقاش عارفة هتعمل ايه فبتقرر تروح فندق وتسأل على قوضة فاضية وبيديها الموظف قوضة رقم 6 وبتدخل موني وبتحس انها مش عارفة تنام من الخوف والقلق وبتمسك صورتها مع عائلتها وبتفضل تعايت وبتفتكر ذكرياتها معاهم وهي طفلة لما كانت حاسها بالأمان وبتندم انها خدت شنطة الفلوس وبتحس انها ملعونة وهي خلاص ما بقتش عايزاها وبتركب عربيتها وبتروح لمكان بعيد وبتحط صخرة في الشنطة وبترميها في البحر وبتولع في جواز السفر وبترجع للفندق والتاني يوم بنشوف واحد وهو بيصطاد من البحر وبيلاقي الشنطة اللي فيها الفلوس وبياخدها وفي آخر مشهد بنشوف الأوضة اللي قاعدة فيها موني وطلع منها صوت عصفير ومتشار من عليها رقامها ومحتوط حواجز من برة علشان محدش يدخلها وبكده بيكون خلاص المسلسل